طيب يا شباب نتقابل معكم في الفيديو رقم ثلاثة اللي احنا هنتكلم فيه عن الفيزيكال كوانتتز اللي هتقابلنا او مهمة اوي السنة دي بالستاندر يونتز بتاعتها باليونت كونفيرشنز كمان بتاعتها والتحولات كلها هتبقى عارفة مهتم اقول فكرة ان احنا بيبقى منظمين مع بعض كده وعارفين الفيديو ويتكلم عن ايه وانا اقول احنا قصدين ان احنا نقطعه اجزاء في البليليست بحيس ان انت تبقى عينك انت عايز اني حتة نسيت وعايز ترجع فانا مش هتفرج على الحصة كلها عشان اجيب الحتة اللي انا سيها لقى انا عايز الحتة بتاعت الفيزيكال كوانتتز فتبقى معروفة هو الفيديو رقم كامل بس ما فكرك في بداية البرت ده دي ارقامنا يا شباب تقدر توصل لنا من خلال اي رقم واتساب مكلمات شغالين طول الوقت اللي هو محتاج ان انا شخصيا نكلمني طول الوقت اي رقم من دول اللي هو ما عايز اكلم مستر محمد سامير هي حرد عليك على طول او انا هبتوصل بك يعني فالوصول لنا ان شاء الله باذن انا امره بسيط تتأكد دايما ان انت ده عملت الأسكان القوانتز دايما ودخلت علي كل الحاجات بتاعتنا وعشان تبقىى بدأى كل افديدز طيب البرت دإحنا بنتبكلم عن ايه زيما اتفقنا بنتكلم عن الفيزيكال كوانتز المهمة واليونتز واليونتز كونفرجشان بتاعتها طيب بصي حما ما عليك ايهو الفيزيكال كوانتتي اللي هو الاسم الفيزيائي المشهور بالنسبه لنا اللي هو زي اللانس اللي هو lil � desap geek featuring physical quantity لأي اللي هنا بيبقى ليونت اللي احنا بندور عليها السنادي يعني اي لانس في المنهج لازم يكون يتقاس بالميتر لما بيتقاس بالميتر هنخليه احنا يتقاس بالميتر عشان انت تبقى عارف معلومة زي دي الاريا اللي هو رمزه حرف الا تبقى فام ان دي اسمها physical quantity ده اسمه simple والانت بتاعته في المنهج بتاعك السنادي هي الميتر سكويرد الفوليوم اللي هو رمزه V كده لوحدها او VOL ويمكن بنستعمل ده اكتر السنادي عشان V ده عندنا كزا شكل لها السنادي او كزا مينجر ده كمان بتتقاس بالميتر كيوب ده ويمكن واحنا ماشيين مع بعض هنتكلم في الفرقات ما بينهم يبقى شباب اي physical quantity في الدنيا اسواء كانت لانس اريا او فوليوم او اي حاجة تانية زي اللي انا هدها لكم انكسناء برقم الرقم ده بيقى في ظهره يونت يعني دايما اللي بيقى في ظهر الرقم يونت امستور التفاعل انت بتكلم معها فيها دي ما اكيد فاهم اخدني على القدها اللي هقولك ليه بس صدقني احنا شفت انا شفت كتير في القصة دي فاضك اضكت الغلطات التفاعل انا بقولها لك من نهار ده ده معنى انك مش تغلط فيها يا رب بس انكس غلطت فيها عجيبك بقى اقول لك شايف تكن هنبلك ضميرك بس بس ان شاء الله بايزين مش تغلطه اللينس بيسوي خمسة متر حلو ففيزيكال كوانتيتي رقم يونت ده الاكزامبل بتاعها بدل ساعات ما بنكتب الفيزيكال كوانتيتي كاملة بنكتب بدلها الرمز فيبقى اللي بيسوي خمسة متر دي اريا بتسوي عشرة متر سكويرد شايف القبل الايكوال ده الفيزيكال كوانتيتي وبنكتب الرمز بتاعها اللي بعد الرقم بيبقى يونت اللي بعد الرقم بيبقى يونت ماشي يا مستر خلاص يا ام هاد عبز اقتماني بس ما عليش خدني على عدة عقلي شوية فيزيكال كوانتيتي تانية ما تقلقش مكتوبين عندك وعتشوفهم في السنة الطايم لازم يكون بيتقاس بالسكند وديره موزه واختصاراته الماس بيتقاس بالكيلو جرام الفورس اللي هي القوة بتتقاس بالنيوتن الانرجي او اللي عندنا لها اسم السنة دي بنقول عليها كتير قوي بيتتقاس بالجول الباور حاجة هتعرفها ايه هو اللي هي القدرة هتعرفها السنة دي اللي هي بتتقاس بالواط والالكتر كارنت انتنس اللي هو يعني عنوان شابتر وان احنا هنتكلم عنه ان شاء الله بيزينا في اول حصة بيتقاس بالامبير وخد بالك رمزه ايه عشان تتكر كده من حتة صغيرة قوي 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 تعالت على قولك عليها فيزيكال كوانتيتي رقم يونت فبص دي اسمها اريا بتساوي عشرين متر سكويرد ده اسمه بيساوي تلاتة امبير ايو مستر ايه بنغلط فيه بص يا عم بلاقي الناس واحنا ماشيين ده في شابتر وان موجود اي بيساوي تلاتة امبير هتعرف ايه اي ويه الامبير ده كانت سنة ان شاء الله في اول حصة بلاقي على دي ما بيقولوش عليها امبير يقولو عليها اريا قولك ما بتساوي تلاتة اريا يا عم الاريا دي فيزيكال كوانتيتي اللي بيكتب جوار الرقم يقول لي عميستر ما ايه عميستر ما ايه ماذا حرف في ايه انت عاملولي كاتب جنبو اريا فدي تبقى اريا لأ اللي جنب الرقم دايما هو اليونت فالايه في اليونت هي الامبير نوت اريا الاريا فيزيكال كوانتيتي بجد وحنا بنغلط في ده اه فتبقى فاهم ان دي اسمها يونتز دي اسمها فيزيكال كوانتيتيز دي الرموز بتاعت فيزيكال كوانتيتيز اتفقنا اتفقنا اه التحويلات فانت هيجيلك في مسألة لنسب السنتيمتر فمطالب تحوله كل ده موجود في الشيت بتاعك في الملزمة بتاعتك ما تقللش الملزمة اللي هتاخدها ان شاء الله في اول حصة والناس الانلاين ممكن تتشحن لها وكل ده افيلابل بعتلينا بس على الجروب بتاع الفيسبوك او بعتلينا مسجات على الواتساب على الارقام وهنشحن لك اللي انت عايزه دي الاختصارات وتحولتها السنتي سنتي اي حاجة هنا اللانس سنتيمتر فسنتيمتر عايزه يحاوله يبقى متر بيتحول ازاي بص بص هتلاقي انك هاتبلك السنتي عشان يتحول بتدربت عمتين بورنكتف تو فتدرب الخمسة عمتين بورنكتف تو فتقلب متر مستر مستر اعاد احفظ الكلام ده من دلوقتي لأ طبعا لأ طبعا احنا بنعرف هو لك دلوقتي طب انت هتثبت ازاي من كتر الحل هتاخد بالك بس انت انت تبقى واخب بالك احنا ليه بنضرب تايمتين بورنكتف تو لما بتققب السنتي عشان السنتي عشان يتحول للمتر ده الفاكتور اللي بنضرب فيه ايه تاني اتايم مسلا انت قلت لي بالسكن واحد كتب لي ام سكن ايه الام دي يا مستر اختصار ليه ايه تتوقع ايه اه اكيد مش محمد سكند اه اقسف على العلش بس تبقى عارب الام اختصار ايه ميلي سكند اختصار ايه ميلي سكند اهي فالناس كتيرة انا مش باهظر للمعلوماتكم دي غلطات ايه الواحد يقول لي ايه دي غلطة في الملزمة دي يا مستر ولا ايه الام سكن دي وفيه ناس تنفض لها اصلا ويقول لك انها مكتوب ويقول لك قلاص تهي ثلاثة اصلا انتو بل ايه حورات انت يعني هنتقابل في ده ان شاء الله ساوي يعني فابتكر الام ميلي يبقى السي ده سانتي والسانتي ده قب بالك مش هازم يجي مع اللنسة وعادي سانتي ايه سانتي جرام ايه ده بجد انفى سانتي ساقي يا ام سانتي ايه حاجة فالسانتي بيتحول سانتي يجي مع, طب المنطل تض Besides Despite д inIch motive 2 طب الملل تضحة 10 진 Lori three او يبقى السنライب تضحسسس السري لكafterة الثانتي نمها ايه سابعة خاصة بوضع هشان الام ب generis عشان تتحاول للامبير عندنا ايه تاني اه فاكر ده ده الفريقونسي اللي هو كان بيبقى حرف يو السنة اللي فاتت كده شوية الاف اسمه فريقونسي الامة الكبيرة اسمها ميجا الامة الكبيرة دي ها ميجا تبقى تبقى هيرتد عشان الفريقونسي بيتقاس بالهيرتد هتعرفوا مين الفريقونسي ده تاني يمكن السنة دي ان شاء الله بإذن الله في شابتر سري طيب اه اه الانس دي انتو عرفتوها السنة اللي فاتت في الويفز اسمها انجستروم فين هي؟ احيي فتضرق بالرقم ده تعم تنبور نيجتف تن اه الماس يامستر بيتقاسق بالكيلو جرام مش بالجرام بالكيلو جرام طب لو هو بالجرام بيتضرب تعم تنبور نيجتف سري مش هنحفز دلوقت متقلقش عن فيش احنا في منهجنا فيش حاجة تحفظه هي الحاجة هتفهمها وهتثبت في دمج مينة مع التكرار فكرة تفتح وتقرأ وتحفظ دي مش موجودة خلاص انساها في الفيزياء الكلام ده مش موجود فبرضو ده مع الحل انت هتلقوا ده كله بس هيكفين ان انت تبقى طالع دلوقتي انت فاهم ان الفيزيكال كوانتيتز لها فلما يوجد انا بشرة حقول لك دي بتتحول اه تبقى فاهم ليه بتتحول عشان احنا شغلين بالاستاندار يونيتز اللي اسمها كيلو جرام اللي اسمها متر اسمها ساكن طب ايه ده ممكن تبقى ملي جرام اه حلوة او الحركة دي ملي جرام عايز احويلها لكيلو جرام دي تحولتين مش تحويلها الملي الاول عشان اشيله اي ملي في الدنيا بيتدرب فاول حاجة اضربه اللي بالله احمر دي عشان اطير الملي طب ما الجرام برضه انا مش محترف بي انا لازم كيلو جرام وكيلو جرام بيتدرب ما انا عارف من جرام لكيلو جرام تايم 10 بور نيكتف سري يعني المرادي ها ضرب اتايم تايم 10 أو نيكتف سري المرة اولانية عشان الملي والتانية عشان الجرام فاتبقى اربعة تايمتين بور نيكتف سري عشان تتحول للكيلو جرام لعبةة حلوة قوي فكانها طبعا يعني عكل Ichatron M Environmental بس البورات وهي بالمنظر ده بتجمع تبقى نيجاتف ثري زائد نيجاتف ثري فهيديك الرقم نيجاتف سيكس تفقنا لو نيجاتف ثري ماينس ثري مش بلاس يعني اسمها نيجاتف ثري ماينس ثري فتديك نيجاتف سيكس وعك القليل ستطلع لك ما تقلقش يعني طيب التايم تلاتة منت ماينفعش لازم يبقى بالساكن فالمنت ازاي بيتحول بيتدرب في ستين طيب يا ثلاثة في ستين طب لو ساعة بالاورز تدرب في ستين مرتين لان الاور بتحوله المنت الاول فبضربه في ستين اهو والستين التاني عشان يتحول للسكن فهو يا شباب من منت لسكن بضرب ستين واحدة الاورز بضرب في كم ستين اتنين الاولانية الحد هنا هي منت اللي بعدها هي سكن والله يعني بصوا كلمة الكلام اللي احنا بنقوله هنا ده حطه هنا ارجوك حطه هنا عشان هو هتحتاجه كتير او السنة دي طيب خمسة خمسة متر بر منت لا بتاعتها متر بر سكن اي وقت لازم سكن اه طب احول ازاي المتر مزبوط اللي تحت مش مزبوط فاللي فوق مزبوط فمش هلعب فيها يسيبه واحد المنت تتحول لسكن فبيتدرب في ستين بس تحت فتبقى كأنها خمسة على ستين فخمسة على ستين هو دي كده بقت بالميتر بير سكن ها واخبالك يبقى التحولات زي ما انت شايف كده ركز فيها اللعبة اللي احنا نقولها هنا مهمة قوي هاجي لنا بقى الحاجات اللي فيها ميتر سكويرد مش عارف ميتر باور سرير للفوليوم سنتيميتر سكويرد مش عارف ساقم عشان حوالها الميتر سكويرد مليميتر سكويرد بصوا عاديك بتقول اهو لو هي من سنتيميتر لميتر احنا اتفعنا مندرب تقيم تن باور نيجاتف تو زي ما الجدول ده قال طب بيفضل اهو بصنتيميتر سكويرد ودي بتحصل امتى اكيد مع الاريا لان الحاجة لليونيت بتاعتها باور 2 دي عندنا الاريا والحاجة لليونيت بتاعتها باور سرير عشان بتبقى تراتة ديمينشن ده الفوليوم وهتكلم عن الاريا والفوليوم والبرامتر التلاتة هنتكلم عنهم في فيديو متقلقش بس انا بحطلك بس في اليونيت لو هي باور 2 حتى التحويلة بتتعمل كلها اول باور 2 فتبقى تن باور نيجاتف تو اول باور 2 فتطلع لك تايم تن باور نيجاتف فور يعني انا لو معايا اريت حاجة بتلاتة سنتيميتر سكويرد بص بص عشان تبقى الميتر سكويرد او نضرب التلاتة دي تايم تن باور نيجاتف فور كده بقت بالميتر سكويرد طب هي امتر بتتق assetم سكويرد اريا تتاصب بالسنتيميتر سكويرد او الميتر سكويرد سحى طيب بص 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 حالوه دي the volume بيتقس بالكيوب ميتر كيوب طب هو جابها لي سنتيميتر كيوب طب من سنتيميتر لميتر بدرب تايم تن باور نيتف تو طب هي power 3 فا عمل ده كله power 3 فتب ده كله power 3 بيقلب نيجاتف اسكيكس فاقول لك volume cylinder مثلا بخمسة سنتيمتر كيوب فده او ام حوله عشان نتحول الميتر كيوب اضرب الخمسة طيام 10 باور نيجاتيف سيكس طيب ده المليميتر للميتر المليميتر بيتضرب طيام 10 باور نيجاتيف سري اه 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 اي ميلي بيتضرب طيب طيب مع ايا مش مليميتر بقى ايا مليميتر باور تو فتبقى 10 bar negative 3 or power 2 فكأنها time 10 bar negative 6 فتبقى لو معك area بتساوي 3 mm squared عشان تبقى بالمتر squared امضرب التلاتة دي time 10 bar negative 6 ما تقلقش والله كل التحويلات دي هتحفظها حلوة قوي قوي ديورينج السنة بس انا دلوقتي عايز اقنعك ايه كنسبت التحويل يعني ايه سنتيمتر power 3 يعني ايه سنتيمتر power 2 يعني ايه سنتيمتر بس ده بيبقى length the area the volume كله لازم يتحول للمتر متر متر لو سنتيمتر يبقى متر عادي سنتيمتر squared تبقى متر squared سنتيمتر cubed تبقى متر cubed وهكذا عشان يبقى المعلومات دي جوه عقلك ودماغك مهمة قوي طيب وهي مليمتر cubed نفس الconcept بالزبط تخلي ده كل ده زي 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 بالزبط سوري زي بالزبط اليونت فيبقى all power 3 فتديك اتفقنا يا شباب ده كان البورت بتاع التحويلات وال physical quantity وال standard units اللي احنا نشتغل بها السنة دي وما تقلقش دي كده اول صفحة في المنزمة هتلاقي المعلومات دي موجودة عندك انت دلوقت بتتعرف عليها انتفقنا؟ افصل شوية معلم خش معايا في الفيديو اللي جاي يلا بينا ترجمة نانسي قنع